السلام عليكم. تتمنى بش أنكم تكونوا بأخر والأخير. سنجاوب على واحد السؤال التي تتطرح و سنجاوب عليهم في وقت لاحق إن شاء الله. من ضمن الأسئلة التي توصلت بهم فواحد السؤال من عند السيم محمد الذي يقول فيه بأنه ليس ضروري أن يدرس الدرس الفرنسية و ليس ضروري أن يكون عنده واحد نيفو أو إلا درام بعد فهو ستكرفس. نقول لكم بأنه مدام أنك أنت أو تدرس محمد أو أي واحد يدرس الدرس الفرنسية فممكن له أنه من دابة يقرأ مجموعة المقالات بالفرنسية يعني تكون اللغة الفرنسية هو الشغل الشاغل ديالك يعني ما تقلش تقرأ لغة العربية لغة أخرى حاول أنك تعطي كل اهتمام ديالك للغة الفرنسية تقرأ مقالات كما سبق لي وقلت لكم تشري كتب اللغة الفرنسية تولي تشوف مجموعة هذه النشرة الأخبار ومجموعة هذه الفيديوهات باللغة الفرنسية تشوف مثلا الناس كيف يهضروا كيف يعبروا كيف يدفع على الأفكار والآراء ديالهم يعني أي حاجة يديرها تكون باللغة الفرنسية ويسحسن كذلك أنك من اللي تعلم شي حاجة أنك تمشي تشوف مثلا شي صاحبك ولا شي صاحبتك وأنك تبقى تهدر معها ولا تهدر معها باللغة الفرنسية وهكذا غادي تطور رأسك في وغادي تعلم مجموعة هذه الأشياء لذلك لا تحاول أنك تكون منظم لك الناس الذين هم تيميد يعني الذين يحشمون ويخافون أنهم يتروحون لأسئلة لذلك ديما عندك سؤال فممكن لي أن ينسوا لأصدقاء ديالي ممكن مشي عند السادة الأساسية ديالي ونقول لي السادة لك ممكن رأينا مثلا بندير اللغة الفرنسية ولا بندير درسة الفرنسية لذلك ما يمكن لك إذا كنت أعطني بجموعة هذه النصائحة ومجموعة هذه التوجهة لذلك ما يمكن لك إذا كنت أقول لك بالدرسة محمد وأي شخص يبدأ بالدرسة الفرنسية فأنا أقول لكم الدرسة الفرنسية تحتاج كباقي المواد وكباقي الشعب والتقصد التي كنت في الجامعة كنت تريد خدمة لذلك ممكن في بداية العام يرجع لك مجموعة هذه المواد هذا ليس عيب ومشي عار فليعب هو أنك لا تخدم يعني لماذا كنت تذهب لك فقط نضع واحد الهدف قدامي باش أنني نشد لاليسون سياري في ثلاثة ديال السنوات ولا تخوى ديال الليزاني دونك حاول أنك تخدم حاول أنك تدمر شي شوية والله يصلك لك أمو إن شاء الله والله يصير لنا حتى نحن جميع الأمور ديالنا وتحياتي لكم وإلا بقي عندكم أسئلة فممكن لكم أنكم تطرحوا معي تحياتي لكم